في تلك الأعماق قتل نصر الله وقتل معه سر الحكاية الكاملة حول أسباب الانهيار السريع في منظومة قيادة حزب الله ليبرز السؤال الأهم كيف قتلت إسرائيل نصر الله ذلك الزلزال الحقيقي الذي هز كيان حزب الله كزلزال أقوى هجوم على لبنان تاريخيا منذ حرب 2006 ذلك الهجوم الذي سوى ستة مبان بالأرض وأحدث حفرة عميقة قدرت بنحو 15 مترا واستخدم فيها أكثر من 80 طن من قنابل نوع بي أليو وان او ناين الأميركية عبر منظومة ذكاء الاصطناعي سهلت عملية اختراق تحصينات مقر اجتماع قيادة حزب الله وتلك أولى الفرضيات إذ أكد خبراء عسكريون أن الذكاء الاصطناعي وحده لا يخدم نتيجة اختراق الحزب بالكامل في تأكيد لوجود خيانات داخل صفوفه وخرق أمني واضح استفادت منه إسرائيل أو وجود عملاء وظفتهم إسرائيل يعيشون في مناطق تقيم فيها تلك القيادات للتجسس عليها منذ سنوات يتفق هذا التسريب مع ما كشفته لوبارزيان الفرنسية حول وجود جاسوس إيراني منح الموساد الإسرائيلي معلومات لموعد عقد الاجتماع بين نصر الله ونحو 12 مسؤولا ووصول السيارة التي كانت تقل نائب قائد فيلق القدس ونصر الله معا وتلك طعنة في الظهر يقول أنصار الحزب انثبتت بالحج والدليل فالخرق البشري كان بحسب خبراء أداة مهمة تضاف إلى التكنولوجيا المتطورة والتي ساعدت إسرائيل على تحديد مواقع قيادات حزب الله واستهدافها بدقة عالية ضمن طراز تجسس معلوماتي وتواصل استخباراتي مع دول على رأسها أمريكا ولسيما بعد أن احتشدت في منطقة الشرق الأوسط عشية انطلاق أحداث السابع من أكتوبر والحرب على غزة شكرا